مندوب روسيا قاله أنه بيقدر المخاوف المصرية والسودانية من تأثير ملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق وقال أنه لا بديل عن التفاوض للوصول إلى اتفاق على أساس التفاهم والثقة ويمكن البناء على اتفاق علان المبادئ اللي تم توقيعه ما بين الأطراف الثلاثة في 2015 ودعا الاتحاد الأفريقي لبذل جهد أكبر للوصول إلى اتفاق ثم طرح المقترح اللي يمكن تحدثت مع السفير محمد حجازي بشأنه وقال أنه يعني الاتحاد الأفريقي يعقد مشاورات ثنائية جانبية مع الأطراف الثلاثة كلنا على حدة للوصول إلى حل وقال أن روسيا مستعدة للمساهمة في الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة